ولكن أيضا في سفر التثنية إصحاح 28 ونعاوز تنتبه لهذه الآيات هنا الله الذي يتكلم بيتكلم عن بركات الطاعة الذي يسمع ويعمل ثم يتكلم عن طبعا لعنات عدم الطاعة والعسيان ضد كلام الله فلاحظ في إصحاح 28 من سفر التثنية الآية الأولى يقول الرب وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك ثم يتكلم مباركا تكون في المدينة مباركا تكون في الحقل مباركا تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وهكذا مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك وأنا بنصح أنك اليوم تقرأ هذا الإصحاح بكمل بقول يفتح لك الرب وكنزه الصالح السماء ليعطي مطرا ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لاحظ لتحفظ يعني تسمع لتحفظ وتعمل ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها من ناحية أخرى أحباء في آية 15 مكتوب على النقيد ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائدها التي أنا أوصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك مكتوب يرسل الرب عليك اللعن يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها تكون سماءك التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا يجعلك الرب منهزما وتكون قلقا يدربك بجنون بحيرة قلب مظلوبا مخصوبا يعني بيتكلم بلا حصر لها من اللعنات إذا لم تسمع إذا لم تحفظ إذا لم تعمل إذا لم تزيغ عن هذه الوصايا فإذا نستطيع أن نستشف أن نتائج السمع إما البركة أو اللعنة إما طريق الحياة أو طريق الموت إما الثبات والصمود أو الانهيار أو الدمار فالسؤال على ماذا تبني حياتك؟ اشتركوا في القناة